السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحاب الورو المامين. ازايكم سنة التعدادة عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنكمل اللانجود بتاع الدرسين تلاتة واربعة قنيلة سبب في الواحدة السبعة. تمام? اه ما عليش متخرمك في الفيديوهات بس ان شاء الله باذن الله اه يعني بداية من الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هبدأ هنزلكم كل يوم فيديو يعني هكسف الفيديوهات شوية. ما كان انت كل يوم هيبقى مثلا خمس مرات في الاسبوع او ست مرات في الاسبوع كده. تمام? اه فتعالوا نبدأ منقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. احنا القادة انا سبتها في فيديو لوحدها عشان تبقوا مركزين فيها عشان تبقى سهلة عليكم. احنا خدنا اه في الدرسين واحد واثنين خدنا الباسيف المبني المجهول بس في زمن اللي هو المضارع البسيط. اما بقى المراضي هناخد المبني المجهول. من غير في زمن الماضي البسيط. تمام? طيب تعالوا بقى نشرح الماضي البسيط في الاول وبعد كده بقى ايه? نشوف المبني المجهول ايه اخبار. هو هنا بيقولي الاستخدام. قالك احنا بنستخدم مزوره تصريف التالي اللي هو ال past simple passive when a past action is more important than who did it or when you don't know or it is not important who did nothing. بيقولك بنستخدم صيغة المبني المجهول في زمن الماضي البسيط لما يكون الحدث الماضي اكبر اهمية من الذي كومه بالفعل. يعني الحدث نفسه منهم عن اللي عمل الفعل ده. تمام? او ما نكونش مثلا عارفين مين اللي عمل الفعل ده. تمام? طيب. تعالوا نشوف اول حاجة لازم اعرف الزمن في المبني المعلوم الاول وبعدين بقى نحاوله مبني للمجهول. اول حاجة كده بيقولي هنا الماضي البسيط هو التصريف التالي للفعل. ولو عايز شرحه بالتفصيل بقى في فيديو الواحد دي هتلاقيه على القناة اكتب كده زمن الماضي البسيط. شرحها طبعا من اول ابتداء الحد دي كل سنة بنشرحها او كل ترم تقريبا بنشرحه. لانه هو من الازمانة الاساسية اللي معايه في الانجليش. فعندنا الماضي البسيط هو تصريف تاني للفعل. طيب التصريف التاني ده شكله ازاي? قال لك يا اما منتظم يا اما غير منتظم. لو منتظم هتحط للفعل دي او اي دي او اي اي دي. اما بقى لو غير منتظم هتضطر ان انت تحفظه. زي. سي. سو. جو. تبقى تبقى تمام دو تبقى خلاص. طيب تعال نشوف بقى هنا بيقول ايه? هنا مسلا مديني مثال بيقول مستر احمد ات ساندويتش. مستر احمد كالي ساندويتش. وفيك المادة اللي عليها اللي هي سنة ماضية. تمام? كل دي كلمادة على زمن الماضي البسيط. تمام? طيب في الماضي البسيط انا هنفي ايه? قالك بتنفي بديد انت وبعد بديد انت بنجيب الفعل في المصدر. طيب وبنسأل بديد امتى برضو في الماضي البسيط بس لو اسأل بديد بنجيب بيس او نو. وبنجيب برضو مع الفعل في المصدر زي ما قلتلك ان الماضي البسيط والمضالة البسيط السؤال والنافي بنستخدم فيهم الفعل في المصدر. تمام كده? طيب. عارفنا بقى الماضي البسيط. ازاي بقى نحاوله مبني للمجهول? قالك تكوين المبني المجهول في زي ما الماضي البسيط هيكون ووز او وير مش اي اني جيبها زي ما احنا متعودين لأ. اللي هو التصريف الثالث. وانا قلت التصريف الثالث ده هو المربع الثالث في جزء المربع بتاع التصريفات الافعال. وهتلاقيه برضو عندك في كتاب المدرسة في صفحة كده في النص اسمها لك المضارع والماضي والتصريف الثالث. احنا عايزنا التصريف الثالث. تمام? زي ما قلنا المرة اللي فاتت المبني للمجهول ببدأ بالمفعول. تمام? وبعد كده بشوف مفرد هيبقى ووز جما هيبقى وير. وبعد كده بحط التصريف الثالث. طيب زي ما هنا بانفي بديدنت والمصدر? لا هنا بانفي بوازنت او ويرنت والتصريف الثالث. خلاص. هنا باسأل بديد? لا هنا هاسأل بوزة وير ونائب الفعل وتصريف الثالث. تعالوا نشوف مثال. هو هنا بيقول لي مستر احمد ايه ده ساندويتش. بيقول لي مستر احمد كل الساندويتش. انا عرفت ان الزامة ده مضي بسيط. يبقى هشتغل على الوزوير والتصريف الثالث. اما بقى للمدرع بسيط كنا بنشتغل على ام از ار وتصريف. ام بصوا هنا طبعا هنبدأ بالساندويتش. احنا قلنا مستر احمد هو الفاعل. وقات الفاعل والساندويتش هو المفعول. قلنا المفعول ده ما بنجيبه اللي بعد الفعل. تمام? فهنبدأ بكلمة اصاندويتش. طيب انت اصاندويتش مفرد ولا جامع؟ انا مفرد يبقى واغز. تمام? وات هنجيب التصريف الثالث منها هتبقى ايتن. باي مستر احمد. مش عايز تكتب باي مستر احمد عادي ما فيش مشكلة. هنا بيقول لك رحمة زائة الزرعة. طيب برضو ده موضي بسيط. يبقى هنبدأ بالفلاورز. طبعا فلاورز هنا جامع فهتبقى وير ووترد. ادام الفعل في ايدي يبقى تصريف التالي بتاعه هو هو ايدي. يبقى واترد. وممكن نقول باي رحمة وممكن ما اكتبهاش. تمام? زائي برضو ما بننفي هنا بديدنت فبقول وزنت. ديدنت تبقى ويرنت. نفي تبقى نفي. تمام كده نفس الكلام هنا في حالة السؤال. بنشوف هنا بيقول لك ده ده عالي باي زائة نيوز بيبرز. طبعا عندي نيوز بيبرز جامعة فهتبدأ باي بوير. تمام? وبعدين والتصريف التالت موباية هتبقى بوت. ونقول باي عالي او ما نقولش. تمام? تعالوا بقى نشوف هنا اخر جزء وهو اداة الاستفهام. عادي بردون مش مشكلة سهل. بنجيب اداة الاستفهام في الموضة البسيطة وبجيب ده والفعل والفعل في المصدر. زي دي. اين وجدت اصراء المفاتيح? احنا هناخد اداة الاستفهام هي هي وير. بس هجيب بقى الفعل للمساعد هنا ياوز يا وير. طب انا عندي مين زا كيز هي المفعول. فكيز جامعة فهتبقى وير. يبقى وير وير. وبعدين زا كيز وفايند التصريف التالت منها في فاوند. واقول باي اسراء او لا برضو براحتي. يبقى بتنتهي معنا في حالة السؤال. تمام? او بتختفي خالص. برضو نفس الكلام على زي سويندو ما فهاش مشكلة. نفس الكلام. يبقى انا المبني المجهول في زمن. اه الماضي البسيط بنستخدم وزور وتصريف التالت. طبعا ببدأ بالمفاول لو مفرد يبقى وز. لو جامعة يبقى وير. ولو جملة فيها تبقى وز. او وير انت وتصريف التالت. تمام? تعالوا بقى اقرب بقى الكاميرا هنا شوية ونحل مع بعض. اهو. بيقول بيقول المقال اللي عن الحيوانات والنباتات اللي موجودة في خطر كان ايه؟ نشرة. قال لي مين اللي نشره؟ لا. فهتبقى الماضي فهتبقى بابلج ده همضف لها ايدي. تمام؟ ننقاب لها وزهو. طيب بيتر نيوز وير شيرد باي انا ذر وان. طيب انا عندي بيبقى مبني المجهول طيب انا عندي وير الغلط هتبقى ووز طيب ليه؟ ده انا عندي نيوز جامع. ما احنا قلنا كلمة نيوز دي بتتعامل معاملة المفرد. اه بعد كده بيقول بيقول لي اول بانثيون اللي تبانا في روما كان سنة حوالي 27 قبل الميلاد. قال لي مين اللي بناه؟ لا. يبقى وز. وبالت تنزل زي ما هي. خلاص. اهي هتبقى وز بيلت. طيب. we don't know how the stones for the pyramids. احنا مش عارفين ازاي الاحجار بتاع القهرمات حملات. تمام? هتبقى بيرميدز هتبقى طبعا stones جامعة. فهتبقى وير وكارت زي ما هي. تمام? طيب بعد كده long ago camels called ships of the desert Dubai. some people. عندي بيبقى مابن المجهول وعندي long ago ما دي بسيط. هتبقى the camels were. وكل دي هتبقى called. تمام? مش عارفة شايفين ايجا ولا ايه؟ اهي واضحة الحمد لله. طيب رقم سابعة. we don't know when بترا did named was of one. one of the new seven wonders of the world. بيقول احنا مش عارفين امتى سميت بترا دي من واحدة من عجاب الدنيا السابع. يبقى بدل did هتبقى ووز. لان انا عندي مدينة بترا مفرد. وعندنا تصريف ثلاث فهتبقى ووز. رقم تمانية. because of last week. weeks floats in india. a lot of houses. بيقول بسبب الفيضانات اللي حصلت اخر اسبوع في الهند كثير من منازل ايه؟ دمرت فهتبقى where? عشان houses جامع. مش عارفين مين اللي دمرها. يعني الفعل ايه؟ مجهول. destroyed. وقلنا لما يبقى فيه اخرها ايدي. التصريف الثلاث بتاعها هو هو ال ايدي. رقم تسعة. in the past in the last one hundred years we lost more than eight hundred species. بيقول احنا فقدنا يبقى we. دي هتبقى lost عادي جدا لان دي زمن ماضي بسيط. زاكايرو طور بورج الكاهرة is designed by. لا هتبقى ووز. عشان هي مفرد. طيب in the past fish caught everyday. بيقولك السمك كم بيوصطد. fish ممكن بها تتعلم was aware. بس احنا هنعملها معاملة ايه؟ الجامع. او المفرد يعني اللي اتنين was caught or were caught. اللي اتنين وفش مشكلة. لان جامع برضو fish هي هي fish. what unusual material was using? لا used. تصريف تاني. تالت. تمام? how did fish perceived in the past? كيف كان يحفظ? يبقى how was? تمام? او وير. مشكلة بس الارب بتبقى اوز. a tree was planted with the famous? لا. ايه هو حرف الجر الوحيد. the first olympic games were holding? لا. holded. لا هتبقى held. ده فعلا غير منتزم فهيبقى how old. اهو. تمام? اقرب لكم الكاميرا. طيب بعد كده بقى بيقول. اخترع اخترع او اخترع مش عارفة هتبقى واض. وانفنتد تنزل زي ما هي. انها مبنية للمجهول. خلاص? طيب تعالوا بقى نحل مع بعض. هنا متحان على الدرسين 3 و 4. تمام? هنا اول حاجة هنبدأ بها هو general exercises on lessons 3 and 4. على الدرسين 3 و 4. عندي هنا بقى اضايولوك بيقول اي من استوكانتو وليد about room. بيكلم وليد صاحبه عن روما. بيقولوا which city do you like? كم هاست وليد? قالوا اي البلد بتحبها اكتر? قالوا روم. فسألوا سؤال. قالوا yes I do none. روم. قالوا ايوة انا اعرف روم. فهيقولوا ايه? did you know room? قالوا ا اعرفها. سألوا سؤال قالوا no I haven't but I hope to visit it one day. بيقولوا لا بس اتمنى ان انا ازورها في يوم الايام. فهيقولوا هل انت زورتها قبل كده? هيقولوا have you? visit. visited it before. هيقولوا هل انت زورتها قبل كده? فهيقولوا لا. طيب how many people live in room? مش عارفين راح قالوا oh two dot seven million people. فهيقولوا ايه? هنكتب الرقم ده زي ما هو تاني فوق. people. وتكمل بقى الاجابة live in room. in room. تمام? قالوا what is what is it famous for? مشهورة باي? مش عارفين راح قالوا هو بلت زا كلاسم. يبقى هنقولوا مشهورة بالاي? بالكلاسم. يبقى it is famous for the class. تمام? ونحطي نقطة. قالوا مين اللي بناها? قالوا but I think the emperor I don't know. ما عرفش بس اعتقد هيقولوا بقى. طيب تعالوا بقى نكمل برمتحين. هنا بقى اكمل عندي كلمة where was and ingredients and owner and customer and unfortunately. بيقولوا yesterday I had lunch in a restaurant. I liked the special soup and I asked the waiter about it's not. انا حبيت الشربة وسألت الويتر عن ايه? يبقى الingredients يبقى مكوناتها. I often eat in this restaurant so I'm popular in it. نقطة. when I wanted to buy the food. I didn't find any money in my pocket. هايقول ايه بقى? unfortunately على. يالسوء الحظ بيقول انو كنت عايز ادفع ايه تم الاكل بس ما لقيتش فلوس فالمحفظة. فقال ايه? my money stolen or I forget it at home. بيقول ايه? ممكن فلوس تكوني تسرقت ايه وانا نسيتها في البيت. فهتبقى ايه? was or where? انا عندي المني هتبقى was. لان كلمة money لا تعد فبتتعمل على طول معاملات المفرد. I didn't know but I promised the restaurant A to come back tomorrow and buy. قال انا وعدت لأيه بتاع المطعم يبقى the owner. ودي هتبقى four ودي هتبقى three. تمام؟ انا نسيت وكتبت دي وكتبتش البقى. فهتبقى قال انا وعدت المالك ان ايه? هتفع له حسابه بكرة. هاجب بكرة وتفعه. تعالوا بقى نحل هنا الاختيارات. بيقول هنا ايه? قرآن is something that people travel in. that is pulled by a horse. بيتتقرب الحسن يبقى الكاريج العربية اللي هي زي الحنطور. محمد صلاح is a popular football player. is a synonym of the word popular is. معنى كلمة popular يبقى famous مشهور او محبوب. plastic damage is the wild life. is the acronym of damage. عكس كلمة damage هتبقى a saves. تمام؟ to get the adjective from the noun health. we use the suffix. خلي بلك suffix يبقى نهاية. فهنقول عليه healthy. فهتبقى boy. we use the prefix not to get the acronym of happy. عكس كلمة حبي. فهنحط الله ايه? ان. طيب عمر is nice too علي. عمر كويس ما علي. زي اسمين هي نقطة him well. ده معنى ان هو ايه? treats. بيعمله كويس. تمام؟ في الاخر بقى بيقولك اكتب شورت ستوري. you have read recently. اكتب قصة قصيرة انت قريطها قريب. ان شاء الله بقى الحس الجاية هنخلص مع بعض unit 7. الواحدة السبعة. وباذن الله هنشتغل كتير. عشان نلحق نخلص الملات بتاعنا والحق ارجع معاكم. سامحوني بس لو في يوم ما نزلتش ببقى مضغوطة في الوقت تمام. لو عايزين بقى اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات. واشوفكم على خير في الفيديو جديد. ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.